في الأول كده ترجي صعب ولا سهل والسؤال سهل فيش فريق هيوصل فينال بطولة أفريقيا أيا كان السيكونس أيا كان الرام بتاعه في البطولة إلا إذا كان فريق قوي مليون في المية لكن وأنا بقوله على الترجي طبعا فريق قوي وفي حسابات كتير وإنت بتلاعب فريق عنده الجماهيرية وعنده الألقاب فريق عنده التمرض في إزاي ياخد بطولة فريق الأهلي آخر ذكرى في تونس ذكرى بالأخيرة في تونس كانت أنه قدر يرجع أمام النادي الأهلي بعد الهزيمة في القرية 3-1 أنه يرجع ياخد البطولة من النادي الأهلي في تونس فأنت بتتكلم على طبعا فريق لي وضعه لا يؤمن جانبه بأي شكل من الأشكال ولكن الترجي بدأ الموسم بشكل سيء جدا بدأ الموسم بشكل متراجع جدا حتى الحالة الفردية للعيبة اللي موجودة دلوقتي وماشى بشكل كويس ما كانتش في أفضل حالتها مجال كاردوزو غير لشكل الفريب أكتر انضباطا من الناحية التكتيكية الأداء الفردي بتاع العيبة كتير وعلى سبيل المثال وليس الحصر بنتكلم على الثنائي الأجنبي سواء رد ريجز أو يانساس لتنين مقدمين موسم ممتاز سلسة وسط الملعب رجيء أهولو حسامة قا وغالانش على لئي الثلاثة مقدمين موسم جيد جدا فأنت بتتكلم على أن الحالة حتى الفردية ارتفعت مع النسق التصاعدي بتاع دوري أبتال أفريقيا إجمالا مباراة صعبة طبعا يا كريم خاصة مباراة الذهب عظيم مباراة صعبة ولا سهلة سؤال مختلف أهو مرضو تشاريش كانان يتفق أن فرقة الترجي هي فرقة كبيرة أي أن كان الحالة اللي موجود عليه الفريق وأي أن كان الشكل بيظهر به الفريق سواء محليا أو حتى على صعيد الأفريقي فرقة صاحبة شخصية عندها قرس كبير في البطولة فده ما يخلناش اللي إحنا نروح لحطة أن المبرامة ممكن تكون سهلة للنادي الأهلي ونبص على نتاج الفريق الأخيرة على المستوى المحلي أو حتى الشكل الفني اللي ظهر به الفريق في آخر ماتشين قدام ساندانس لكن الفريق كان بدايته سيئة في بداية الموسم مع كابتن مؤيني الشعباني حاولت إدارة النادي أنها تصلح بعض الأمور فلجأت لكابتن طريق سيابت عشان تعدل الأمور الفنية داخل الفريق الأمور ما مشيتش لجأ للمدرسة البرتغالية فجاب كاردوزو عشان خاطر أن يبقى فيه نوع من أنواع الواقعية في الفريق طبعا عارفينه المدرسة البرتغالية هي أساسها كله الواقعية في كرة القدم ما بيبقاش فيه أو تركيزهم الأكبر بيبقى على النواحي الدفاعية اللي أنت بتلعب بشكل فيه توازن ده اللي لجأ فيه لجأ ليه إدارة التراجي وأعتقد أنهم وسطلوا الشكل اللي هم عايزينه رجل قدر أنه يطور بعض اللاعبين السناء الأجنبي احنا شوفناها في بداية الموسم زي ما كان بيكلم جيمي ما كانش هو ده يان ساس ولا رودريجز الموضوع اتطور معاه بشكل كبير لكن ده ما يخلناش نروح لحتة أن التراجي فرقة قوية وفرقة صعبة لأن أهلي يقدر يتعامل معها في مغاراة الزهاب لا فرقة عندها مشاكل على مستوى الدفاعي زي ما عندها مميزات عندها مشاكل كتير جدا يقدر نادي الأهلي